موسيقى من الميدين السلام عليكم هذه نشرة رياضية المفصلة من السعودية حيث يعد الهلال من أعرق أندية المملكة إذ توجه بلقب نادي القرن في قارة آسيا بيد أنه يبحث بائثا عن إحراز لقب دور أبطال آسيا للمرة الأولى منذ العام 2000 مرة جديدة وقع الزعيم في فخ المسابقة الكرية الأولى فجاء خروجه مدويا أمام ألسان الكري الجنوبي بربعية بيضاء في إياب ربع نهائي خروج تزامن مع تأهل غريمي مدينة جدة إلى المربع الذهبي الاتحاد بطل 2004 و2005 والأهلي لتعجز الكرة السعودية عن تحقيق إنجاز تاريخي بتأهل ثلاثة أندية خيبة الزعيم فتحت الباب أمام عاصفة من الانتقادات شنتها الصحافة المحلية عقاظ وصفت ما حدث بالفضيحة الأسيوية المجلجلة وهاجمت الجزيرة إدارة الهلال نتيجة ما عدته العبث في موضوع اللاعبين الأجانب وقارنت بين محترفين ناديين وتأثيرهم الرياض حملت المدرب الفرنسي أنتوان كونفوري المسئولية ورأت اليوم أن الأزرق خيب أمال الكرة السعودية وخذلها مع كل ذلك فإن رئيس النادي الأمير عبد الرحمن بن مساعد والمدرب كونفوري باقيان بحسب ما نقله الكاتب عيسى الجوكم عن مصادر موثوق بها صفحة داكنة جديدة طواها عملاق العاصمة الرياض وجماهيره المتعطشة لا تزال تبحث عن اللقب الضائع افتتاح اليوم الثاني من الجولة الثانية من دور المجموعات في دور أبطال أوروبا في كرة القدم جاء طاحنا تعادل وحيد في مباراة شالك ومومبليا الفرنسي ضمن المجموعة الثانية مجموعة شهدت فوز أرسنل الإنجليزي على أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف لواحد في روسيا نجح فريق الملايين زينت سان بيترسبرغ في إحراج ميلانا الإيطالي من دون أن يخرجه عدر السناري بفوز غالب من عقل داري خصمه بثلاثة أهداف لهدفين وشهدت المجموعة الثالثة أيضا انتصارا كاسحا لملق الإسباني على أندرلخت البلجيكي بثلاثية نظيفة المجموعة الرابعة أو مجموعة الموت كرست تفوق ريال مدريد ودورتموند نادي الملكي الإسباني تفنن في الأراضي الهولندية سجل له نجمه البرتغالي كريسيانو رونالدو ثلاثية فهزم آيكس أمستردام بأربعة أهدف لواحد أما بطل ألمانيا فقد خرج بتعادل ثمين من موقعته مع مانشستر سيتي بطل الدور الإنجليزي الممتاز بعد تعادلهما بهدف لمثله واللافت كان خسارة باريستان جرمال فرنسي أمام مضيفه بورتو البرتغالي ضمن المجموعة الأولى جوزي مورينيو يكيل المديح لنظيره فرانك دي بور عقب لقاء فريقهما وخيبت أمال هولندية لعدم اللعب بالطريقة التي اعتاد أبنى وامستردام تقديمها في المباراية الكبرى مباراة اليوم كانت تنافسية أعتقد أن فرانك دي بور ذكي لقد غيرت طريقة التي يلعب بها آيكس عادة وفعلها بذكاء الفريق كان مترابطا وخطوطه متراصة هم يعلمون أن الريال يهاجم بطريقة منظمة وله قدرة قاتلة على لعب هجمات مرتدة المباراة كانت ندية وكانت مفتوحة لحين إحراز الهدف الثالث آيكس بات أكثر تنفسية هذا الموسم مقارنة بالمواسم الماضية من الناحية العامة أشعر بخيبة الأمل حول الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول يمكنك أن تحترم الخصم ولكن لا يمكنك أن تسلم له المباراة عليك أن تلعب وفق فلسفتك في المباراة وأن لا تنسى أنك ترتدي الأحمر والأبيض هذا ما لم يفعله اللاعبون ولهذا لم يستطيع التغلب على ريال مدريد مؤشران بارزان زرعال اطبعنا في القلعة الملكية بعد مباراة آيكس فبطريقة غير مباشرة اعترف مورينيو بأن استبعاد المدافع سيرجيو راموس عن مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي كان لأسباب تأذيبية أكد أن مسوى مدافع سيرجيو راموس في المباراة الثلاثة الأخيرة بات رائعا وأغضق المديحة على قائده الثاني ملمحا إلى أن الخلافة قد زال المؤشر الثاني كان تألق البرازيلي كاكا لعب الوسط البرازيلي قال أنه استمتع بمشاركة هالولا كأساسي مع فريقه هذا الموسم وأنه سعيد لشعوره بأنه لعب مهم في الفريق الجهاز الفني لدورتموند الألماني يكتفي بالتعادل ومنشيني يشكو أداء فريقه لو كنت في مكان الحكم لاحتسبت المخالفة التي ارتكبت ضد الحارس فيردن فيلر الكرة لامست الذراعة من مسافة قريبة للغاية هذا قرار من الصعب اتخاذه أعتقد أننا كنا الجانب الأفضل لكن عليك أن تتذكر أن سيتي كانت لديه فرص جيدة على مدار دقائق التسعين فلا يمكن القول أن التعادل لم يكن مستحقا دور الأبطال مختلف تماما عندما تلعب في مواجهة أفضل لاعبين يتواجب عليك أحراز هدف عندما تلوح لك الفرصة إذا لم تفعل ثم تتكبد هدفا كما حدث معنا سيصعب عليك الفوز لا أدري لماذا لم نستفد من خرص الشعوط الأول لكن هذا يمكن أن يحدث المشكلة كانت في أدائنا هذه هي المشكلة بعد هدفي العجي جيرفينيو والألماني لوكاس بودولسكي الجهاز الفني للغانرز راض عن مشوار الفريق اللندني في البطولة حتى الآن لقد فزنا في المباراة هذه نتيجة عظيمة بالنسبة لنا لقد صعبوا من مهمتنا كانوا في رأيي جيدين للغاية أعتقد أنهم لعبوا بشكل منظم للغاية وصعبوا من مهمتنا أعتقد أننا قد تحسننا في الشوط الثاني لكننا كنا متوترين بعض الشيء في بعض الأحيان هذا ما أعترف به البطولة القرية الرديفة في أوروبا تشهد مباريات مسمرية الليلة الخميس ليفربول يصطديف أودينيز ونابولي في زيارة صعبة إلى أيندهوفن التفاصيل في هذا التقرير البداية الباهتة في البريمير ليج يصر ليفربول الإنجليزي على تعويدها بالتوهش قريا أنفلد رود يصطديف موقع تريدز مع أودينيز الإيطالي في المجموعة الأولى حامل الرقم القياسي لألقاب المسابقة يتطلع لمتابعة صحوته الفوز الخماسي على نوريتش سيتي محليا يريده المدرب براندون روجرز أن يكون نقطة انطلاقة جديدة سأتابع ما أقوم به في غالبية المباريات سوف يكون لي نظرة على المجموعة أتطلع دائما إلى كل لقاء وحده واختيار التشكيلة الملائمة لتحقيق الفوز أودينيزي فريق قوي جدا ولديه لاعبون ممتازون انطلاقة أودينيزي في الكالتشو شبيهة بحال خصمه الإنجليزي معنويات رجال فرانشيسكو جيدولين مهزوزة بعد تحقيقهم فوزا وحيدا في تسع مباريات هذا الموسم كما أنهم يفتقدون عددا من اللاعبين المؤثرين المجموعة نفسها تشهد مباراة قوية بين إنجي مخشكال الروسي مع ضيفه يونج بويز السويسري إنجي يحقق نتائج لافتة بقيادة مدربه جوس هيدنغ وهدافه الكاميروني سامويل إيتو ملعب فليبس أرينا يصطديف قمة المجموعة السادسة بين إندهوفن وضيفه نابول الإيطالي فريق الجنوب الإيطالي يظهر بصورة رائعة هذا الموسم بقيادة هدافه الأورجواياني أدنسون كافاني وتشيلياني إدواردو فارغاس والمدرب والتور ماتزاري الفريق الهولندي لم يتلقى أي خسارة طوال عشرين مباراة قارية وتحضر إندهوفن بقيادة مدربه دك أدفوكات بشكل ملائم باكتساحه فينولو محليا بسداسية مهمة حامل اللقب أتليتكو مدريد سهلة عندما يصطديف فيكتوريا بلازن أتشيكي السخط العربي والفلسطيني على نادي برشلونة الإسباني بسبب قضية الجندي الإسرائيلي جلعة شليط يتزامن مع مشاريع للغريمة لدود ريال مدريد النادي الملكي دشن أولى مدارس كرة القدم في قطاع غزة وتحديدا في مركز تدريب خان يونس هو ليس سينتياغو بيرنبيو لكن هؤلاء هم فنيون مدريديون